تصاعد أعمال العنف لسيما في الأيام العشرة الأخيرة في سوريا دفع رئيس باثة المراقبين الدوليين روبرت مود إلى تعليق مهمة الباثة حتى إشعار آخر في هذا الظرف الصعب الباثة ستعلق مهمتها والمراقبون سيبقون في مواقعهم إلى إشعار آخر وقد جرى إبلاغ كل الأطراف سيجري مراجعة هذا التعليق يوميا ونعاود العمل مجددا حالما نرى أن الوضع يسمح بذلك وقالت المتحدثة باسم بعثة مراقب الأمم المتحدة أن رصاصا أطلق على سيارة تقل مراقبين من المنظمة الدولية بعدما أرغمهم أنصار الأسد الغاضبون على الرحيل من بلدة الحفة في محافظة اللاذقية إثر رشق قافلتهم بحجارة وقدبان معدنية في حين أشارت الرواية الرسمية السورية إلى أن سيارات وفد المراقبين إلى الحفة صدمت مواطنين من ريف اللاذقية كانوا يرودون شرح معاناتهم لهم يأتي ذلك في وقت تعقد المعارضة مؤتمرها في اسطنبول من أجل توحيد رؤيتها وتأليف جبهة موحدة وقد حذر المجلس الوطني السوري في بيان من أن قوات النظام السوري تحاصر حمص وهي مؤلفة مما يزيد على 30 ألف من الجنود المدعومين بالأسلحة الثقيلة والطائرات المروحية الهجومية وقال تتوارد الأنباء عن استعداد هذه القوات لشن هجوم وحشي قد يتسبب بمجزر كبير بحق ما تبقى من سكان حمص فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الجيش النظامي يقصف أحياء في حمص على نحو متواصل وناشد الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون التدخل لحماية أكثر من ألف عائلة تضم أطفالا ونساء تحاصر في عدد من أحياء حمص وتتعرض لقصف مستمر منذ أسابيع ونقلت مواقع الإنترنت المعارضة صورا لمقاتلين مسلحين في إدلب يشتبكون مع القوات النظامية في أحياء المدينة وشوارعها وفي المقلب الآخر أفاد التلفزيون السوري الرسمي أن الجهات المختصة لا تزال تتابع فلول المجموعات المسلحة في الحفة وقد ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة وأظهرت الصور التي بثها التلفزيون وجود خنادق حفرتها المجموعات ولفت إلى أن مجموعات المسلحة استهدفت بعبوة ناسفة خطا لنقل النفط تابعا لشركة فورات للنفط قرب منطقة أبو حمان في المحافظة ما أدى إلى النشوب حريق عند نقطة التفجير وفي الشأن السوري أيضا أعلنت روسيا استعداد سلاحها الجوي لتأمين إجلاء رعاياها من سوريا إذا اقتضت ضرورة ذلك في حين أشار وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف في اتصال هاتفي بالموفد الدولي كوفي أنان إلى أن على جميع الأفريقاء تأمين النشاط المراقبين الدوليين والتعاون معهم لافتا إلى أهمية عقد مؤتمر دولي حول سوريا وإشراك كل الدول المؤثرة في المنطقة في أعماله